أو قمة الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية اللي بتستضيفها مصر في مدينة السلام مدينة شارن الشيخ بكرة 6 نوفمبر من 6 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر بتستضيف مصر أكتر من 40 ألف مدعو 40 ألف عضو 40 ألف مشارك 40 ألف واحد عنده هموم وعنده حلول وعنده مقترحات للقضية الأكتر إزعاجا للكرة الأرضية وهي قضية المناخ مصر في هذه القمة كوب 27 تجهيزات وترتيبات ربما غير مسبوقة لأنه أكبر مؤتمر موجود بتنظمه الأمم المتحدة هو هذا المؤتمر اللي بيستمر الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر يوصف هذا المؤتمر بأنه الأهم لأنه بيناقش أوجاع الكرة الأرضية هموم الكرة الأرضية هذا المؤتمر هو الأضخم من حيث عدد المشاركين الفنيين والمختصين وأيضا هو الأكبر والأخطر من حيث وجود أكتر من 100 زعين ورئيس حكومة بيمثلوا بلدانهم في مدينة شرم الشيخ الدولة في مصر من أول رئيس الدولة إلى أصغر موظف في مصر الجميع بتتضافر جهوده من أجل الخروج بأفضل شكل أفضل صورة ليس ذلك فحسب وإنما أفضل مخرجات من هذا المؤتمر المؤتمرات السابقة من 2015 ومخرجات اتفاقية باريس للمناخ الأهم في تاريخ الاتفاقيات وفي تاريخ هذه المؤتمرات كانت في باريس في 2015 ثم مرورا بمؤتمر مراكش ألمانيا بولندا مدريد وأخيرا جالسكو في بريطانيا 21 ثم مصر 22 خلال الساعات القليلة القادمة طبعا مؤتمر هذا العام بيوصف بأنه مؤتمر تنفيذ الوعود يعني إذا أردنا أن نطلق سلوجا على مؤتمر المناخ كوب 27 هنقول أنه هو مؤتمر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤتمر تنفيذ ما تم الوعد به لأنه كل المؤتمرات من أول باريس كان هو المؤتمر الأهم والأطخم وكان فيه مخرجات بيقف العالم في اختبار هل هيقوم بإنقاذ الكرة الأرضية مما يحيق بها من مخاطر الكرة الأرضية وكأنها بتتحرك على قطبان من القلق لأنه درجة الحرارة بترتفع البحار بترتفع المياه نتيجة ذوبان الجليد تغيرات مناخية حادة جفاف في أماكن لم يكن أحد يتخيل أن يصبها الجفاف في قلب أوروبا بتعاني من جفاف في إيطاليا في فرنسا في ألمانيا في معظم الدول الأوروبية مناطق أخرى بتفيد فيها البحار وبتهاجمها فيضانات زي صحاري موجودة في أمريكا اللاتينية زي صحاري موجودة في الجزيرة العربية شفنا الفيضانات موجودة في بعض الدول العربية التي كان تصور أن يكون فيضان ضرب من الخيان إذن العالم في حالة قلق يسير على قدامنا القلق نتيجة هذه الاختلالات البيئية والاختلالات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة ماذا نحن فاعلون؟ العالم يفكر أصدقاء البيئة في حالة قلق وصل إلى مداه أصدقاء المناخ في حالة قلق وصل إلى نقطة لا يوجد بعدها أي منفذ أو أي متسع العالم يخشى على أنفاسه ونفسه المواطن العالمي في حالة رعب من التغيرات المناخية ودرجة الحرارة التي أدت إلى كثير من الجفاف كثير من الفقر كثير من الجوع كثير من المرض ومن هنا ظهرت الأوبئة التي ربما يربط رابط بين هذه الأوبئة وظهورها وبين التغيرات المناخية والخلل في الطبيعة نتيجة الاختلالات البيولوجية الموجودة لأنه المفروض يكون فيه تنوع بيولوجي كل هذه المفردات كل هذه العناوين كانت فيما مضى ضرب من ضروب الرفاهية الإنسانية عندما نتحدث عن البيئة والاقتصاد الأخضر والأشجار زراعة الأشجار الأكسجين الكربون مواجهة سانيكسود الكربون خفض هذه الانبعاثات كل ده كان نوع من السفه ربما يوصف به في عالم بيمر بصعاب وأزمات ربما كان نوع أيضا من الرفاهية الإنسانية عندما نتحدث عن المناخ والبيئة لكن مع تصاعد وطيرة الاحترار ارتفاع درجة الحرارة والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية بدأ المواطن يشعر بالنتائج الكارثية لهذه التغيرات المناخية ومن هنا انتبه وأصبح المواطن في كل مكان في العالم سبع مليون مواطن ينظر ويفتع عينيه إلى أقصى درجة وينظر ماذا سيفعل المجتمعون في شرم الشيخ الناس دي هتعمل ايه؟ العالم كان فيه عنده وعود ثم وعود ثم وعود بلا تنفيذ هذه القمة وصفت وتوصف بأنها قمة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من وعود وما تم إطلاقه من وعود وما تم نشره وإذاعته من وعود في جلاسكو وقبلها في ألمانيا وفي مدريد وصولا إلى باريس 2015 يبقى ان شاء الله بكرة غدا خلال الساعات القليلة القادمة بينطلق أكبر مؤتمر وأكبر فعالية وأكبر تجمع بشري لمنقشة أخطر قضية بتواجه البشر وهي قضية المناخ طبعا كما تقول الصحف العالمية أنه مصير الكوكب بيتحدد في شرم الشيخ مصير سكان الكوكب بيتحدد في مدينة السلام هل مخرجات مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ سيحمل أحلاما مطبقة سيحمل للناس لمسة لمسة ترطب هذا الجفاف الموجود هل مخرجات شرم الشيخ كوب 27 ستكون مغايرة لوعود طالما أطلقتها الدول الغنية وطركت مساحة من الأخماس في أسداس للدول الفقيرة ماذا سيحمل لنا وللعالم مؤتمر شرم الشيخ دا ستساؤل موجود في كل دول العالم وموجود في كل وسائل الإعلام العالمية خلينا أقول لحضراتكم أنه فيه أكتر من 11 يوم 11 فعالية كل يوم بيختص بمنقشة ملف أهم بالملفات هو ملف يوم التمويل يوم التمويل إحنا عايزين اختصاد أخضر طاقة نظيفة طاقة متجددة عايزين أنشطة اقتصادية صديقة للمناخ صديقة للبيئة لكن السؤال الأهم من أين لنا من أين لنا بتمويل هذه الأنشطة لذلك فيه يوم تسعة هيبقى يوم التمويل وهيكون فيه مناخشات وأسئلة وإجابات كيف نقوم بتمويل الاقتصاد الأخضر الطاقة الخضراء الطاقة النظيفة المشروعات الاقتصادية أو ما يمكن تسميته تخضير الميزانيات الخاصة بالدول تخضير الميزانيات اتحضر للأخضر العالم بيتحدث بلغة خضراء هل يمكن أن نخرج من مؤتمر شرم الشيخ بلغة جديدة هي اللغة خضراء اللغة التي يفهمها أصدقاء المناخ والبيئة الميزانيات لابد أن تتوائم مع اللون الأخضر فيما أصطلح على تسميته تخضير الميزانيات المالية للدول وتمويل أخضر لمساهمة الدول في تمويل المشروعات ذات الصبغة البيئية وكذلك إدارة النفايات الموجودة اللي بتخرج من العالم والمباني الخضراء التي يمكن أن تساهم في تقليل الانبعاثات ثم يوم العلم نكلم على الأبحاث وهي أبحاث المحيطات وعلم المحيطات وكيف يمكن للبحث العلمي أن يساهم مساهمة حقا في السيطرة على الانبعاثات والعلم الأخضر زي ما بنقول الأفكار الخضراء يبقى احنا عايزين ميزانيات الخضراء تخضير الميزانيات أيضا تخضير العلم تخضير الأبحاث تخضير العقول عايزين نفكر كيف يمكن أن ننقذ الكوكب الذي نعيش فيه القضية مش قضية دولة القضية مش قضية إقليم القضية قضية سبعة تمانية مليار مواطن بيشعر الآن بالقلق ويسيروا على أطراف أصابعه ماذا نحن فاعلون أمام هذه الهجمة المناخية المناخ بيتمرد الكرة الأرضية باطن الكرة الأرضية بيغلي في حال التمرد مناخي كيف يمكن لنا أن نواجه هذا التمرد المناخي هذا هو السؤال عندنا بعد كده يوم الشباب يوم إزالة الكربون عايزين نصل إلى التعادل الكربوني كل دولة بتقول أنا هقدر أوصل لنقطة التعادل الكربوني الانبعثات اللي طلعة قد الانتصاص اللي بيتم لأنه بعمل بحرق بترول بحرق محروقات بعمل المصدع بيطلع تلوث ده بيسمى انبعاثات كربونية بتلوث البيئة لابد من وجود غابات محيطات نحار يعني أدوات لامتصاص هذا الكربون لو اللي بيطلع من كربون وانبعاثات بيتساوى مع ما يتم امتصاصه العالم وصل لمرحلة التعادل الكربوني ودي قصة كبيرة جدا ده لي يوم ثم يوم التكيف والزراع لأنه إذا أردت أن أسيطر على الانبعاثات فلابد أن يكون لدي سلاح سلاحي هو الأكسجين ومن أين هيئة الأكسجين من الأشجار كل شجرة بتفرز قديه أكسجين تمتص قديه ثاني أكسيد الكربون ثم النوع الاجتماعي ثم يوم ليه المياه ويوم للمجتمع المدني ويوم للطاقة ويوم ليه التنوع البيولوجي وآخر يوم هو يوم الحلول بعد ما تنقشنا في التمويل والعلم والشباب ووزالة الكربون والتكيف الزراعي والتنوع الاجتماعي ويوم المياه والمجتمع المدني ويوم الطاقة والتنوع البيولوجي هنخرج من ده كله بحزمة حلول ماذا نحن فعلون ايه الحل كيفية تنظير اتكلمنا اتنقشنا اتحورنا اتفقنا اختلفنا تظهرنا في النهاية ما هي الحلول التي يمكن أن تقدمها هذه النخبة المجتمعة للعالم للكرة الأرضية لسكان الكوكب الذين يئنون تحت هذا التغير المناخي الحاد او التمرد المناخي غير المسبوك طبعا هيتم بث الجلسات رفعة المستوى للزعماء ولقارة العالم بقمة المناخ على الهواء على الانترنت مباشرة كل واحد من الزعماء من يوم 7 لوم 18 الاجتماعات رفعة المستوى هتبقى يوم 7 و8 يعني الاثنين والثلاث كل واحد يبقى فيه اعتقد في حدود 7 دقايق ربما 7 دقايق او 5 دقايق كلام كله هيتزاع على الانترنت لانه العالم كله مترقب ما يحدث في شرم الشيخ طبعا يعني بدأ الوفود تصل الرئيس القبروسي اعلن انه في طريقه الى شرم الشيخ يوصل يوم الحد ان شاء الله بكرة ورئيس ارمينيا نفس الكلام الشيخ محمد بن زايد نفس الكلام والدول الاوروبية والدول امريكا اللاتينية امريكا الشمالية الولايات المتحدة بريطانيا سوناك رئيس الدراء بريطانيا الجديد كل زعو اكتر من 100 زعيم اكتر من 100 زعيم هيصل الى شرم الشيخ في واحدة من الفعاليات الاكبر في العالم اكبر تجمع في العالم يعتبر بعد اجتماعات الجمال العامة الامم المتحدة هو ده اكبر مؤتمر بتنظمه الامم المتحدة بيتم في مصر ده الجانب المتعلق بالقمة والمؤتمر وغيره طب الدولة المصرية جهزت وبتدير هذا المؤتمر بهذا النجاح حتى هذه اللحظة استعدادات بدأت من المطار مطار شرم الشيخ يستقبل وفودة رسمية المشاركة في قيمة المناخ بدأ يستقبلهم خلال الفنيين والناس المسجدين خلال الفترة الماضية والمطار تم رفع كفاقته كان المطار ده بيستقبل حوالي 7.5 مليون راكب في العام النهاردة تم رفع كفاقته العشرة مليون والمسارات وبنايات الاستقبال وكونترات الاستقبال المطار تطور بقى مطار عالمي المطار بقى مطار يعني يشار إليه بالبنان سرعة في الإجراءات سرعة في الإنجازين تشايفين يعني قمة التنظيم وأيضا قمة التدقيق دقة معانا الناس مسجلين رقمانة المؤتمر رقمانة الاستقبال رقمانة الإجراءات كل ده أتصور أنه كان السورة اللي نشايفينها قدام حضراتكم ده نتاج عمل ومجهود قامت به الدولة على كافة المستويات سواء الحكومة المجتمع المدني القوات المسلحة ساهمت شرطة المدنية كل الناس ساهمت الحقيقة فيه أن نصل إلى هذا الشكل الراقي اللي الناس بتكلم بيقوله سرعة في الإجراءات بشكل غير مسبوك فيه إتاحة للناس اللي موجودين في شرم الشيخ للعمل للمتابعة للتدقيق للقيام بوجباتهم لأنه دي تظاهرة مناخية حقيقية العالم بينتظر مخرجاتها أيضا النهاردة الأمن في أبهى صوره وفي أرقى صوره يعني أنا بتكلم على الاستعدادات اللوجستية عندي اللوجستيات المؤتمر سواء تسكين سواء الإقامة سواء انتقالات سواء عملية الإجابة على تساؤلات أو استفسارات أو استعلامات من لحظة من قبل وصول الناس التسجيل تم ثم الاستقبال في المطار ثم النقل إلى الفنادق في أبهى صوره وأرقى صوره أيضا كل هذه الإجراءات أعتقد أنه فيه جنود مجهولين لابد نحن نشكرهم فيه جنود معلومين لابد أيضا نحن نشكرهم لكن الدولة المصرية بتضاف كل جهودها نجحت فيه الوصول إلى انطلاقة لقمة المناخ بشكل يليق بطموحنا يليق بأحلامنا يليق أيضا بإمكاناتنا إحنا عندنا إمكانيات ضخمة جدا ونقدر ننجح لو إحنا خططنا واعتقد أن أمورنا في هذا التوقيت كلها بالتخطيط بكلم بكلم على اللوجستيات ثم أنتقل من اللوجستيات إلى الأمن الأمن هو العنوان العريض إشعار الناس بالأمن يبقى الأمن متحقق دون أن يكون هناك ضجيج هو ده النموذج دلوقتي لشغال وزارة الداخلية والإطار الشرطي الأمني الراقي المحترف المحترم أعتقد بين قدام حضراتكم في كل مكان بأضمن ده تأمين المداخل والمخارج والعناصر النسائية يعني الحقيقة منورة في كل الفعاليات الأمنية وكل التحركات الأمنية بنأمن الدولة بتأمن والشرطة بتأمن ودخلها بتأمن كل المداخل والمخارج والأماكن والتحركات لأن احنا كل دول ضيوفنا كل دول موجودين على رأسنا من فوق بنستقبلهم بنجيب على استفساراتهم بنأمنهم بنأمن تحركاتهم بيشعروا بالأمن والأمان ده كله نتيجة تحركات وخطط أمنية وضعت بشكل دقيق جدا وأعتقد أنه الصورة أبلغ من أي كلام لأنه وزارة الداخلية لم حط رؤية استراتيجية لتأمين فعاليات مؤتمر المناخ ببنين شرم الشيخ تضمنت التأمين الكامل للمدينة من خلال منظومة متطورة للفحص الدقيق تأمين المطار تعرف على الأشخاص إنهاء الإجراءات في زمن قياسي بيتم تطبيقها من رجال الشرطة ومن العناصر النسائية المتميزة الخطة وضعت بأسس علمية بتستند إلى الاستعانة بالتقنيات الرقمية الحديثة لتأمين مدينة شرم الشيخ أيضا النهاردة للتأكيد على ذلك وزير الدخلية سيد اللواء محمود توفيق تفقد الحالة الأمنية والاستعادات الأمنية في عموم مدينة شرم الشيخ وكل الجهزة الأمنية قامت بدورها والنهاردة كان زي ما حدوكوا شايفين في الصور السيد وزير الدخلية بيتفقد التحركات الأمنية والاستعادات الأمنية لفعاليات تأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وأعتقد أنه الدولة المصرية أدها وقدود ولازم هنا نقول أنه أيضا وزارة الخارجية كان لها ومازال لها الدور الدور الأكبر لأنه الرئيس الأعلى للمؤتمر هو وزير الخارجية والدعوات والمشاورات والمناقشات والمفاوضات والاستدادات الليجيستية يعني وزارة الخارجية لابد أن أنا أشكرها وأشكر السيد الوزير سامح شكري على هذا الجهد التاريخي بالمناسبة والمجهول التاريخي بالمناسبة لأنه أكبر وأضخم مؤتمر شكل أكبر منه هو كل مهم ما قدرش أقول الليجيستيات التأمين الأمن العملية العملات السياسية العملات الفنية المناقشات الحوارات كل ده كان بمثابة خلايا عمل منظمة فلازم أشكر بدءا من الرئيس الأعلى أو رئيس المؤتمر كوب 27 الوزير سامح شوكري ووزير الخارجية واتصالاته وعلاقاته وتحركاته في الداخل والخارج وكل ما جار هنشوفه بكرا إن شاء الله فلازم أشكر الخارجية أشكر الداخلية أشكر وزارة الطيران المدني واستداد المطارات أشكر أيضا باقي الوزارات المعنية لأنه كمان خلينا أقول وزارة السياحة وزارة الثقافة وملحمة من كل الوزارات وأيضا الأجهزة الأمنية المعنية واللي بتتحرك فيه بشكل يعني الأجهزة الأمنية عندنا والأجهزة الاستخباراتية عندنا بتتحرك لي في في صمت وفي هدوء وبسلاسة وباحترافية علشان في الآخر نطلع بمؤتمر يالك بمصر عشان نطلع بمؤتمر احنا معنيين بأكتر من حال معنيين بالتنظيم والنقل واللوجستيات والدعوات والشكل والنقل كل ده معنيين به وكمان مهمومين ومعنيين أكتر ناس بمخرجات المؤتمر المؤتمر هيخرج منه هيخرج منه سياقين سياق للكوكب كله ما يتم تنفيذه ما يتم الاتفاق على تنفيذه وسياق محلي للدولة المصرية أنا هستفيد ايه؟ أنا هستفيد كتير جدا هستفيد وهنقل لحضراتكم دلوقتي هستفيد استثمارات حقيقية لأنه يا جماعة اكتشفنا ان احنا عندنا كنوز منسية او كنوز مهملة زي ما كنا بنتكلم عن رملة السودة بتاعة كفر الشيخ وبتكلم على المشروعات اللي احنا كنا بتاعة بندوس على على ثروات سواء محجرية وغيره ايضا لدينا ثروة غير ناضبة مش هتخلص الشمس الريح يعني الرياح والشمس والطاقة المتجددة سواء من الطاقة الكهرومائية سواء سدود وغيره او الطاقة المتولدة من الرياح او الطاقة المتولدة من الشمس كل هذه العناصر موجودة ربنا حابة بها هذا البلد حتى ان العالم كله برة بدأ يشوف مصر نظرة مختلفة البلد دي ما عندهش بترول كافي صحيح البلد دي ما عندهش غز غزير يعني صحيح لكن اكتشفوا ان البلد دي عندها شمس يستخلص منها طاقة وعندها رياح يستخلص منها طاقة والتنين دول يعملوا استخراج الهيدروجين الاخضر بشكل غير مسبوق والناس بلئت بص اوروبا تبص والامريكيين يبصوا والعالم كل يبص على امكانات الدولة المصرية في مجال توليد الطاقة المتجددة اللي ما بتخلصش يعني كلمة طاقة متجددة يعني غير ناضبة يعني ما بتخلصش يعني مرتبطة بمصدر طبيعي البترول بيستخرج والقبار بتخلص الغاز بيستخرج والقبار بتخلص بيسموه طاقة غير المتجددة او ناضبة او بتخلص اللي هو الوقود الاحفوري رغم اهميته الا انه المستقبل هو المستقبل الطاقة المتجددة هل احنا عندنا امكانيات صحيح عندنا امكانيات ضخمة للغاية في هذا المجال طب هي مستغلة الاجابة لا مش مستغلة ما كانش حد منتبه الناس ما كانتش منتبهة انه يمكن لهذا البلد الطيب انه يكتفي من الطاقة ويصدر طاقة والطاقة مش هتخلص ويمكن ان هو يبقى زي ما الرئيس قال من 2014 بحلم ان احنا يكون عندنا مركز اقليمي للطاقة الطاقة التقليدية الغزو غيره والطاقة غير التقليدية اللي هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خليني اقول لحضراتكم انه مركز المعلومات اعمال انفوغراف بيشرح بيشرح بشكل دقيق هذا الامر مصر بتعزز ده في ظل صدافة مصر للقمة الدولية للمناخ كوب 27 المركز الرئاس مركز المركز الاعلامي عمل هذا العمل الضخم الموثق عشان يقول انه مصر بتعزز جهودها لتصدر التغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة ادي استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 ايه الموضوع اولا عندي باختصال عشان نستعرف احنا فين عندي زيادة في المستهدف في انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة اللي هي منين من الرياح ومن الطاقة الشمسية انا دلوقتي عندي دلوقتي في اللحظة لنا فيها عندي نسبة الطاقة جاي منين؟ جاي من يا اما طاقة بترولية يا اما غاز وبترول ده مصدر الطاقة بولد منها كهرباء طيب كم في المية بستخدم الوقود التقليدي الكهرباء وكم في المية بستخدم الوقود المتجدد باختصار 80% الوقود التقليدي غاز وجاز وسولار وغيره عشان اولد الكهرباء ما زودته وغيره و20% من الطاقة المتجددة اللي هي الرياح والشمس اهو عندي 20% دلوقتي سنة 2022 اهو يبقى انا دلوقتي عندي 20% فانا انا عايز اروح فيه عايز اوصل ان شاء الله في 2035 المصدر بتاعتي ل42% يعني هزيت كم 22% من الطاقة بتاعتي تكون طاقة نظيفة او طاقة متجددة اهو مصادر انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة الحالية والمستهدفة اهو الطاقة الشمسية دلوقتي سنة 22 بتمثل 2% من الطاقة بتاعتي دلوقتي 2% بس هوصل بها في سنة 35 ل26% يعني هزود 24% طاقة شمسية سنة كم 2035 اهو طيب الطاقة الرياح دلوقتي 12% عايزة وصلها سنة 2035 ل14% الطاقة المائية دلوقتي 6% هتنزل تبقى 2% اهو قدام حضراتكم لو احنا شفنا هذا الرقم دلوقتي 2 و 12 14 و 6 هيبقى 20 لهم العشرين في المية دول اهو يبقى خلاصته عشان ما نتوش في الارقام ان احنا دلوقتي بنعتمد على الطاقة الشمسية والرياح بنسبة 20% هنوصلها ل42% سنة 35 اهو بيقول بقى احنا عايزين نوصل سبع اضعاف زيانة في الطاقة المولدة من مصدر الطاقة المتجددة شمس ورياح من سنة 15 لسنة 14 1000 جيجا واتساعة وصلنا من 2014 احنا كنا بنعمل جيجا واربعة من عشر جيجا يعني 1400 جيجا اهو وعدنا سنة 14 قعدنا نزود اهو اهو نزود لغاية ما وصلنا النهاردة لعشرة واربعة من عشرة جيجا انتو عارفين احنا انتاجنا من الطاقة الكهربية كله كام 42 43 45 اول 50 50 جيجا انا عشرة لا هو اربعين حاجة واربعين عشرة واربعة من عشرة جيجا هو يعني تقريبا 20% بالظبط 20% من ما انتجه جاي من الوقود الحيوي اهو وده من حضراتكم اللي هو المتجدد عشرة جيجا واربعة من عشرة من عشان تعرف الموجود بس الموجود اللي بودل ايه الفين واربعتاشر خمستاشر كنا واحد جيجا واربعة من عشرة النهاردة وصلت لعشرة جيجا واربعة من عشرة يعني زودت تسعة جيجا يعني تسعة تلاف ميجا يعني تقريبا قربت على ربع الطاقة بتاعتي من الطاقة المتجددة ده يا جماعة انه زمان كنت لو مركب البوتوغاز ولا الغاز مجاتش مصر بتطفى حرفيا دلوقتي بقى عندي مصادر ثابتة الشمس هي الشمس هتغيب ربنا ما يغيب لنا شمس هي الريح هتقف الريح مش هتقف لذلك اعتماد القيادة السياسية على خطة لتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة المتجددة ده كان خطوة هائلة نحو الاستقرار ان انا مش قاعد انا اسف في التعبير وده كلام سياسيا مش عيب رقبت في ايد حد مصر رقبتها مش في ايد حد ولن تكون باذن الله مصر رقبتها لن تكون في ايد احد مصر ليس لديها ايد موجوع حد يمسيكها منه ده مش بالكلام مش بالفهلاوة مش بالخطابات مش بالشعرات مش بالاناشيد وانما بالعمل العمل ايه في ايدي ايه اقدر اطوره اقدر ابني عليه عمدنا شمس يلا نشغل اهو تحولنا من واحد جيجا واربعة من عشرة الى عشرة جيجا واربعة من عشرة يا جماعة حجم الجهد المبزول خرافي عشان اوصل من سنة خمستاشر لسنة اتنين وعشرين سبع سنين احول امكانياتي يعني الناس كنت تبصلك انت انت بتعمل قد ايه حضرتك انت بتعمل اه اه وقود من الشمس ومن ريح قد ايه بقوله بقى اعمل والله جيجا واربعة من عشرة جيجا واربعة من عشرة يا جماعة دي بت يعني احنا بنودي الليبيا اتنين جيجا اتنين جيجا الفين ميجا يعني خلينا بجيجا عشان ما نغلاتش احنا بنودي الليبيا اتنين جيجا بس السودان تلت جيجا الجيجا دي حاجة جاندة جدا فبالتالي انا كنت بقى اعمل جيجا واربعة من عشرة ده مش كل انتاج من الطاقة ده انتاج من الطاقة المتجددة انتاج من طاقة الشمس والريح انا عايز اقولك بس عشان تعرفوا انه احنا عمرنا مضحش هباء او وقتنا مضحش هدر احنا عملنا حاجات على الارض ستبقى للاجيال والاجيال القديمة ونبني عليها والنهارة بقول انه انا بحول استخدامي او انتاجي للطاقة من الكهرباء بدل ما بناعمل لها مدخلات ما زدت وجاز وسولار وغيره عشان انا انور الكهرباء اللي قدامي دي في استوديو جاية منين جاية من دي كهرباء منتجة بايه الكهرباء منتجة بما زدت او غاز يعني وقود عبارة عن وقود طالع من بطن الارض بيلووس البيئة او المناخ وغيره وبيكلفن كتير طب انا عايز استعيد بقى عايز اعتمد على الشمس طب الشمس هتقطع لا طبعا الريح هتقف لا طبعا بالتالي بغير الخريطة بتاعتي من طاقة ناضبة بتخلص الى طاقة متجددة لن تنتهي ورفحت تاني وبقول وبعيد وفرحان من واحد واربعة من عشرة جيجة سنة خمستاشر في سبع سنين او تمان سنين وصلت العشرة جيجة يعني سبع اضعاف زدنا يا مصريين سبع اضعاف ما كنا عليه في الفين وخمستاشر من الطاقة المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية غيره يا ابراهيم سبع سبعين الف ميجا اللي هو سبع جيجة يعني من اجمال القدرات المركبة من الطاقة المتجددة شمسي مائي رياح اهو عندي مشروعات طاقة طاقة الرياح في مشروعات نفذت بالفعل اهو جبل الزيت بيديني خمس سلاف او خمسمائة وتمانين ميجا والزعفرانة خمسمائة خمسة واربعين الاتنين على بعض يعني جيجة عشان بسوا عارفين وعندي راس غارب يديني اتنين ماتين وستين وغرب بكر ماتين وخمسين وعندي خليج مشروعات طاقة تنفيذ دول تنفيذوا فوقهم لهم فوق دول عندي اللي هو الف ستمية خمسة وثلاثين ميجا يعني واحد وستة من عشرة جيجة اللي بقول لكم عليكم ده من الرياح بس في عندي مشروعات طاقة تنفيذ في خليج السويس وخليج السويس قطاع خاص القطاع خاص بدأ يخش اهو اهو يا جماعة هيعمل الفين وثمممية ميجا يعني اتنين وتمين وعشرة جيجة وعندي خليج السويس بنتين وخمسين ميجا ده القطاع الخاص بدأ يخش فانا بدأت اطمن انه الدولة استطاعت ان هي تجذب القطاع الخاص لقطاع واحد ابرز مشروعات الطاقة الشمسية بقى هتديني الرياح مشروعات طاقة الرياح قدام حضراتكم اهيه اتنفس فيها الف ستمية وخمسة وثلاثين ميجاوات ابرز مشروعات الطاقة الشمسية هتديني الف سبعمية ستة وخمسين ميجاوات مشروعات منفزة شوف الف ستمية و الف سبعمية حوالي تلاتة ونص حوالي تلاتة ونص جيجة تلاتة ونص جيجة من الرياح ومن الطاقة الشمسية عندي بنبان الف ورمية خمسة وستين يعني واحد اربعة من عشرة جيجة عندي الكريمات مية واربعين ميجا عندي خلايا فوتو ده فيه فوق أسطح المنازل فيه 121 ميجا عندي مشروعات تحت الدراسة 77 ميجا فيه منها 700 قطاع خاص وده بيطمني جدا جدا مشروعات الطاقة الكهرومائية عندي 3 حاجات عندي مشروعات طاقة الرياح عندي مشروعات الطاقة الشمسية عندي مشروعات كهرومائية كهرومائية لا سدود يعمل سدود زي سد العالي وغيره عندي نجا حمادي 64 ميجا وعندي أسيوت 32 ميجا غيره أبراهين طيب هل مصر بقى كدولة بمناخها بتقصها بشمسها برياحها جاذبة للإستثمار فيه الطاقة المتجددة ها فيه اتفاقيات تتعملت ومذكرات تفاهم ايه اول حاجة شركة اكواباور السعودية ده هتشتغل عشان تعمل 10 جيجا 10 جيجا 10 جيجا ده شركة اكواباور السعودية مجموعة النويس الإماراتية هيعملوا مشروع في كومومبو بقدرة هيشتروا طاقة من كومومبو يبدأ هيعمل عملية قياسات عشان يعمل مشروع ينتج 10 جيجا مجموعة النويس هتشتري 500 ميجا واط اللي هو نص جيجا يعني مشروع النويس هتشتري طاقة في منطقة خليج السويس ب500 ميجا يعني ده هينتج 10 جيجا وده هيشتري 1 جيجا الامارات والنويس السعودية شركة اللي كلة الإنجليزية قالوا شراء الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس 250 ده شراء يعني ده انتاج عرض بالانتاج ده عرض للشيرة قدام حضراتكم اهو ادي امارات ادي بريطانيا البنك الاوروبي لإعادة الاعمار قال انا يا جماعة هستثمر همول بواحد و 13 مليار دولار لتعزيز عملية التحول الاخضر والتخلص من محطات الطاقة الشمسية الطاقة القديمة وشركة اكوباور السعودية والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية 14 مليون دولار لتطوير محطة كومومبو للطاقة الشمسية يبقى عندي انا دولة واعدة جاذبة عندي ناس جايين هيستثمروا مليارات الدولارات في انتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مزارع الرياح وعندي شركات دولية بتقول لي انتج وانا اخذ منك احنا محتاجين طاقة نظيفة احنا محتاجين طاقة متجددة لتتحول مصر ان شاء الله يا رب وقر حضراتكم الى مكان آمن لطاقة نظيفة غير ابرهيم عندي مشروعات بقى انتاج الوقود الاخضر ايه بقى الوقود الاخضر اهو عندي 16 مذكر التفاهم هو الكلام اللي انا بقوله ده يعني امتى هتحقق وامتى هتنفس هو كان ممكن الكلام ده يتحقق لو ما فيش رؤية اصلا طب معلش سؤال يبدو انا اسف يعني ما اتأخذنيش يعني هو الشمس ما كانش موجودة في مصر من الاف السنين والرياح ما كانش موجودة في مصر من الاف السنين طب اشبعنا دلوقتي احنا توسعنا وعملنا 20% من طاقة بتاعتنا من الرياح والشمس ده فرق الادارة يا جماعة وفرق الاخلاص في العمل وفرق الرؤية الحقيقية طيب هو احنا لو ما كانش عندنا امن واستقرار حد هيجيلنا يمضي معنا مذاكرة التفاهم ويعمل معنا عقود يبقى عندي حكتين اتنين هما تسببوا لنا فيه واحد وجود ارادة سياسية اتنين وجود امن واستقرار في البلد اللي اتنين دود مع بعض يعمل عملية الجذب اللي هو ده هو عندي 16 مذاكرة التفاهم لمشروعات تم توقعها داخل منطقة صناعية في العين السخنة ومنطقة شرق برساين الهدف ايه؟ نعمل منشؤات ومجمعات صناعية لانتاج الوقود الاخضر واستخدامه في اغراض تموين السفن والتصدير الاسواق الخارجية ابرز مزاكرة التفاهم ايه؟ عندنا استثمارات كل الاستثمارات دي المتوقع منها 20 مليار دولار 20 مليار دولار استثمارات حقيقية في قطاع واحد بس اسمه الوقود الاخضر اهو انا كنا في اللي فات بنتكلم عن الطاقة المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ده اللي فات اللي احنا زودنا وصلنا 20% من انتاجنا من الطاقة منه ده بايه الجديد؟ ده انتاجه قطحاوي بيسموه البيوديزل او الوقود الاخضر اللي هو بطلعه باستخلصه اللي هو الهيدروجين الاخضر اللي باستخدم مية باستخدم المية عشان نفس الاكسجين عن الهيدروجين واستخلص الهيدروجين الاخضر هو ليس مواخضر لونه مش اخضر لا الكهرباء اللي مستخدمة في فصل جزيئات المية عن جزيئات الهيدروجين وقود جاي من الطاقة الشمسية او طاقة الرياح يعني نضيف يعني العملية نضيفها من الالف للياء يعني ما عملتش عملية استخلاص هيدروجين واكسجين فكتهم الاتنين عشان اخد الهيدروجين ببنزين او سولار او غاز ولو انا طلعت استخدمت الغاز اللي بطلعه من باطن الارض في فصل زرات الهيدروجين من الاكسجين هيبقى اسمه مش هيدروجين اغدر ازرق بيسموه بطلع البترول كده ازرق يبقى انا استخدمت فيه الغاز رمادي باستخدمت فيه يعني نفتة مثلا اسود استخدمت فيه بقى سولار وملاوس البيئة يبقى انت بتطلع الهيدروجين بادوات مختلفة لو استخدمت فيه الوقود الاحفوري العادي التقليدي يبقى اسمه رمادي او اسود ولو استخدمت فيه الغاز انضف شوية يعني اسمه ازرق لكن امتى يبقى اخضر بقى الهيدروجين لو استخدمت فيه استخلاص وفصله نوع من انواع الوقود المتجدد زي الشمس او الرياح لو الكهرباء المنتجة من الشمس او الكهرباء المنتجة من الرياح استخدمتها في تصل المية الى هيدروجين واكسوجين يبقى اسمه وقود هيدروجين اخضر يبقى كله صديق للبيئة هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي اهو مشروعات انتاج الوقود الاخضر مش هستخدم لغاز ولا استخدم نفط هستخدم ايه الطاقة الشمسية اللي انتك تهب لكده والطاقة الرياح اللي انتك تهب لكده في عملية استخلاص الهيدروجين من المياه بافصله عن طريق الوقود المستخلص من الطاقة المتجددة اهو ايه اهم المشروعات ده عندي مشروعات ب20 مليار دولار في شركة سكاتك الانروجية من مليون الى 5 مليون طن سنويا من الامونيا الخضرة مستهدف انتاج هيشتغلوا هيطلعوا الامونيا الخضرة وعندي شركة جلوبال البريطانية 2 مليون طن سنويا من الهيدروجين الاخضر مستهدف انتاجه مجموعة اسي ام اي الهندية 2.2 مليون طن سنويا وقود اخضر مستهدف انتاجه شركة الفنار السعودية 500 الف طن سنويا من الوقود الاخضر مستهدف انتاجه شركة استرالية FFI اكتر من 2 مليون طن سنويا من الامونيا الخضرة مستهدف انتاجه شركة اتش تو الالمانية مستهدف انشاء اول محطة تحويل المخلفات الى هيدروجين اخضر بطاقة انتاجية 300 الف طن سنويا ادي 300 الف ادي 2 مليون ادي 2.2 مليون ادي 500 الف ادي 5 مليون ادي 2 مليون يعني كل هذه المشروعات هتعمل لي استثمارات 20 مليار دولار استثمارات 20 وده الهدف الاساسي بنتج وقود شركات العالمية جات بيقولك استثمارات فين اسم اهو ادي مذاكرات تفاهم مع مجموعة شركات اهو 16 مذكرات تفاهم غيره ابراهيم مصر بقى قالت ان عندها استراتيجية وطنية الهيدروجين الاخضر هتعلنها في كوب 27 يبقى احنا في كوب 27 اللي جاي اللي هو انطلق بكرا ان شاء الله بعد ساعات هتعلن مصر عن استراتيجية للهيدروجين الاخضر هيدروجين الاخضر ده مش اي دولة في العالم تقدر تعمله احنا محتاجين خبرات هنجيب خبرات شركات هنجيب شركات تمويل هنجيب تمويل وعندي المدخلات علشان اتحول لدولة مصدرة للهيدروجين الاخضر اللي العالم بيدور عليه اهو اولا جاري اعداد الاستراتيجية استهدف استفادة مصر من القدرات التنفسية لها الوصول الى 8% من السوق العالمي الهيدروجين لو فيه 100 طن العالم بنتجه مهيدروجين اخضر مصر هتصل لـ 8% 8% من الانتاج العالمي للهيدروجين الاخضر هدف اهو اهو للوصول الى 8% من السوق العالمي لهيدروجين الاخضر طيب 20-25 مصر لديها القدرة على الانتاج لهيدروجين الاخضر باقل تكلفة في العالم كان تكلفته 2.7% من 10 دولار لكل كيلو في سنة 25 بتنزل التكلفة هتوصل لـ 1.7% من 10 دولار لكل كيلو كيلو هيدروجين اخضر اهو يبقى مصر عندها عوامل الانتاج في مصر اقل او تكلفة الانتاج في مصر اقل من التكلفة العالمية اللي هي دلوقتي غالية طبعا 2.7% من 10 تنزل 1.7% من 10 يعني هتوفر دولار خد بالك هنا بقى العوائد المستفق من استراتيجية انا بقى عمل استراتيجية اللي هي هو انا بقى عمل استراتيجية عشان نفس قفلي لا خالص لانا بقى عمل استراتيجية عشان احقق اهداف ايه اولا من 10 ال 18 مليار دولار زيادة الناتج المحلي الاجمالي عام 25 احنا سنة كم دلوقتي يا جماعة 22 خلصوا 23 24 25 هيكون عند ان شاء الله من 10 18 مليار دولار في الناتج المحلي الاجمالي زيادة اللي هو 432 دلوقتي دلوقتي 432 او 442 مليار دولار هزود لي هقد 20 منين من بند واحد اسمه الهيدروجين الاغضر اتنين اكتر من 100000 فرصة عمل وطنية يعني نصف مليون مواطن هيشتغل وياخد ما هي كويس المساهمة في تخفيض وردات مصر من المواد البترولية مش هستورد من عندي بقى اكتفاء ذات تقليل امباعثات الكربون وده الهدف الاخلاقي المهم جدا ابرز شركات التعاون في الاستراتيجية عندي البنك الاوروبي لإعادة الاعمال وعند التحدي العربي للتنمية المستدامة والبيئية غير امراهيم طيب مشروع اتكلمتنا دلوقتي عن الوقود او الطاقة المتجددة وعملنا فيها ايه وهنعمل فيها ايه جس اسماراتنا ايه والاسمارات اللي احنا جذبناها ايه اتكلمتنا عن الوقود الاخضر كاستراتيجية ان شاء الله تطلق كلام ايام المؤتمر دلوقتي اشغال على بتكلم على الربط الكهربائي مع دول الجوار اللي هتساهم فيه سد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية تعال شوف عندي القارتين الافريقية والاوروبية اقل القارات ومناطق العالم انتاجا للكهرباء حول العالم لعام 21 اللي هي قارة افريقية اهيه وقارة اوروبا هما الاثنين القارتين الاقل في انتاج الطاقة الكهربائية اسيا ما شاء الله 50% تقريبا من انتاج الطاقة الكهربائية طيب قارة اوروبا اكتر استرادا لكهرباء سنة 19 اهيه اكتر قارة بتستورد هي قارة اوروبا قدام حضراتكم اه خليني بقى ربط الكهربائي مع دول افريقيا عند ربط كهربائي ده النسب الطاقة الكهربائية المولادة من الاجمال الانتاج العالم ربط كهربائي بين مصر والسودان 300 ميجا يعني 3 جيجا وبين مصر وليبيا 2000 ميجا يعني 2 جيجا ربط كهربائي مع دول اسيا ربط بين مصر والسعودية 3 جيجا بين مصر والاردن 2 جيجا ربط كهربائي مع دول اوروبا ربط كهربائي بين مصر وقبرص واليونان 3000 جيجا قدرة خط الربط المستدد يبقى عندي 3000 3000 ميجا يعني قدي 3 جيجا وقدي 3 يبقى 6 و2 يبقى 8 8 و2 يبقى 10 و3 من 10 10 و3 من 10 جيجا كهربائي مصر بتربط او بتصدرهم لدول الجوار مين هما دول الجوار ليبيا 2 جيجا السودان 3 جيجا السعودية 2 جيجا او 3 جيجا واوروبا 3 جيجا يبقى عندي عندي بصدر بنور 3 قراء قرة اسيا عن طريق السعودية والاردن والعراق في الطريق ولبنان وعندي قارة افريقيا قارتي ليبيا وسودان اشققنا وعندي اصدقائنا في اوروبا عن طريق اوبروس بديهم كام 3000 جيجا يبقى عندي 3000 يبقى عندي بصدر حوالي 10 هو انا بصدر منين هو انا دولة منتجة للنفط لأ ما عنديش اكتفاء زادي اما اللي انا جبت الحاجات دي منين هو انا بصدر هو انا يا جماعة 2018 و13 بعد كانت مصر مطفية كانت مصر مضلمة كانت مصر مضلمة حرفيا وكلنا عشنا هذه الفترات الاطفال اللي حضروا زادي النهاردة كبروا وشافوا احنا كنا في هذا التوقيت فعلا مضلمين طب اما ايه اللي حصل اللي حصل النهاردة انه انا بصدر تقريبا تقريبا عشرة من حوالي ربع حوالي ربع انتاجي بصدره من الكهربا برا واحد يقول لي يا عم انتم بتصدروا الكهربا ويسابلنا لا احنا بنصدر الكهربا برا بتجيب لي عملة صعبة في نفس التوقيت انا بدعم المشتهلك المصر في الكهربا برقم خيالي موجود في الموازن العامل الدولة ولولا هذا الاصلاح اللي هيكلي في تشوهات الدعم ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له ليه لاني جبت من برا محطات بتاعت سيمن صغيره بقروض عشان تنتج الكهربا عشان اصدر كهربا عشان اصدد القروض بتاعتي عشان تنور مصر عشان الناس تشتغل عشان المصانع تشتغل منظومة الطاقة اخطر مشروع تم في مصر خلال السنوات السبعة تمانية الماضية هو بناء القدرات في مجال الطاقة بناء القدرات في مجال تغيير امريم الرؤية الدولية لجهود مصر بقى في تنمية مصادرها من الطاقة طبعا حجم الطاقة المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الدول العربية اهي مصر اكبر دولة عشرة ونص جيجا اكبر دولة بتولد طاقة متجددة بعدين المغرب ستة والتسعة من عشرة جيجا والامارات خمسة وتنمية عشرة جيجا السعودية تمانية تمانية من عشرة يعني تمانية من من الف اهو وسبعة يعني مش سبعة جيجا لا مش مكملين واحد جيجا يعني 800 ميجاوات 700 ميجاوات 400 ميجاوات 1 ميجاوات 1 ميجاوات يعني دي الدول وطبعا بريتش بتروليوم بتقول مصر الاولى عربيا في انتاج الطاقة المتجددة ومؤسسة فيتش بتتوقع نمو باقطاع الطاقة المتجددة مقارنة بعام 21 وقال ان معدل نمو توليد كهربا من مصادر الطاقة المتجددة في 21 كانت 13 22 ويسنة 2023 23 في المياه غير وبرهين مصر في صدرات دول العربية في القدرة الانتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللي كنت بتكلم عليها في الاول اهو مصر هي بتقدر تنتج من طاقة الرياح 3523 ميجاوات اهو يعني 3 جيجا ونص والاردن 1 جيجا وستة ومع عشرة والكويت 30 ميجا وقطر 15 ميجا يعني ده حاجات قليلة جدا الامارات اتنين وستة ومع عشرة جيجا يبقى احنا تلاتة ونص جيجا الامارات اتنين وستة ومع عشرة جيجا الاردن واحد وستة ومع عشرة جيجا السعودية سبعة من عشرة من الجيجا مش بكملة واحد ويعني احنا اكبر دولة اعتقد المغرب واحد اتنين ومع عشرة والجزائر ربعمائة ميجا يعني حاجة معدولة لكن مصر هي 3500 بعدنا تقريبا الامارات فعلا 2600 والمغرب 1800 غير ابراهيم مصر حقاية تقدم الحصر مؤشرات دولية للطاقة المتجددة اولا اقدمنا خمس مراكز في مؤشر تغيير المناخ كنا في المركز 26 بينا في المركز 22 اقدمنا خمس مراكز من 14 ل 22 اقدمنا خمس مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة كنا رقم 81 بقينا رقم 76 اقدمنا في مؤشر الدول الاكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة 13 مركز كنا في 2015 39 وصلنا بقينا رقم 26 اتقدمنا 35 مركز فيه مؤشر لإستدامة البيئية كنا رقم 77 بين رقم 42 غير أبراهيم الرؤية الدولية المصر بقى في تنمية مصادرها من الطاقة الوكالة الدولية للطاقة الأي إي 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 قالت أن مصر ادركت أن فيه فرص بتوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة 2035 وقالوا أن مصر حققت تقدم ملحوظ في تطور سياسات وأطر تنظيمية فعالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة البنك الدولي ومعنى التمويل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلهم أشادوا بيئة تجربة المصرية غير أبراهيم طبعا المؤسسات الدولية زي مؤسسة فيتش قالت أن صدرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر هتدفع النمو طويل للمدى لقطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة قالت مشروع الربط الكهرباء بين مصر والسعودية هيسمح بتبادل مصر إلى 3000 ميجاوات من الطاقة ويعد المشروعه الأول بالنوعي بمنطقة شرط الأوسط وشمال أفريقيا وبلومبيرج قالت هيظل فائد إمدادات الطاقة في مصر مرتفع خلال السنوات العشر المقبلة وتعطي الدولة المصرية الأولوية لإستمار في مشروعات الربط الكهرباء الجديدة بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمدادات بالكهرباء وقالت أيضاً بلومبيرج أن مصر تنتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة تحاول استغلال تلك المزايا بجانب ما لديها من فائد بالكهرباء لتصبح مركزاً إقليمياً لصدرات الكهرباء ويعتبر توقيع اليونان ومصر اتفاقاً للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وإفريقيا بجنوب شرط المتوسط أكسفورد تعزز خطة الربط الكهربائي الحالية نظرتنا للنمو صدرات الكهرباء المصرية على رأسها مشروع الرابط بالمصر لإنان وأبرس واللي هيوفر مصدر موثوق للكهرباء من مصر سيغزي الشبكة الأوروبية المترابطة مجموعة أكسفورد قالت تخطط مصر الحفاظ على فائد بقدرات توليد الطاقة مما يمكنها من زيادة صدراتها للبلدان المجاورة وقد تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع السعودية والسودان والقبر سولينان يعني أنا بشكل واضح وبشكل دقيق وبشكل مجرد بقول أنه ما تحقق في قطاع الطاقة سواء الطاقة التقليدية الغاز والبترول أو الطاقة الكهربائية المتولدة أو الطاقة المتجددة وأخيرا الوقود الأخضر بمثابة ثورة كاملة للتغلب على أوجاع وأمراض وأزمات تاريخية في مجال الطاقة بقول أنه ما تحقق هو معجزة مصرية بكل المقييس والأرقام قدام حضراتكم والعالم بيشهد قدام حضراتكم والدليل أن احنا دلوقتي العالم كله بيتكالب بيجري علينا عشان يعمل اتفاقات أو عقود أو مذاكرات تفاهم في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر فاصل ونعود أهلا بحضراتكم من جديد في هذا الملف أنقل لكم ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية في أركان تنظيمات الإخوان المتناحرة المتناثرة المتقاتلة المتنافسة على لا أدري على إيه على سلطة ولا على مال ولا على يعني بعد وفاة إبراهيم مونير القائم بأعمال المرشد وزعيم تنظيم الإخوان في لندن اللي وفاته المنية أمس الجمعة صباح أمس الجمعة ونحن لا نتحدث عن الأموات فلا يمكن لإنسان عاقل أنه يشمت في وفاة أو في مرض لسنا يعني مرضى نفسيين حتى نفعل هذا رحل الرجل وله من الله ما يستحق وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعامله بعدله في كل الأحوال رحل إبراهيم مونير هذا الرجل الذي وصف بأنه كان يمثل جسر لمحاولة لم شمل جماعة الإخوان وتنظيمات الإخوان المتناترة بين الكماليين الذين يرفعون السلاح في وجه الدولة وبين هؤلاء المتواجدين في محور إسطنبول يبقى رحل إبراهيم مونير زعيم تنظيم إخوان لندن والقائم بأعمال مرشد الإخوان أو نائب المرشد التاريخي اللي كان موجود في لندن كان عنده اجتماع عمله وبعدين روح جات له جلطة مات ده خلاصة ما تم إعلانه وما تم نشره وبنطوي صفحة إبراهيم مونير لأنه أمام الحكم العدل أمام الحكم العدل بلا ناس بلا محامين بلا ناس مرتزقة كلام أو مرتزقة أفعال أو ناس بيحاولوا يلحنوا في القول أمام الله لا يوجد أحد يستطيع أنه هو يعني يحور أو يقوم بعملية تورية أو تقية في كل الأحوال نحن لا نتألى على الله معاذ الله ولا نتدخل في أمر من هذه الأمور ولا حتى نتمنى لكن في كل الأحوال رحل إبراهيم مونير وبعد رحيله بدأت أسراعات تدب في أوساط جبهة لندن وأيضا ترقب من جبهة اسطنبول إيه اللي بيحصل إبراهيم مونير مات محمود حسين عايز بسرعة يحاول أنه هو يصل إلى السيطرة السيطرة على محور لندن أيضا من خلال أدواته النافذة في الإعلام والقناة الفضائية وكذلك الأموال وغيره لكن قالوا إنه إبراهيم مونير كان عنده عمل مبادرات للصلح لكنها فشلت جميعا في كل الأحوال بمصادر داخل التنظيم قالت إنه نائب الهيئة العليا لإدارة شؤون الجماعة محي الدين الزايت هو القائم بأعمال المرشد العام بشكل مؤقت عقب وفاة إبراهيم مونير وقالوا إنه أعضاء مجلس الشورى حلم الجزار محي الدين الزايت محمد الدسوقي واحد منهم وفعلا اختاروا محي الدين الزايت إنه هو يقوم مقام إبراهيم مونير لمدة شهر لحين إجراء انتخابات زي ما قالوا خلال الفترة القادمة طبعا طبعا فيه فصيل إخوان إسطنبول هيرسل مصطفى طلب عشان يعزي طبعا محمود حسين يعني أنا بقى عايز بس أقول للناس باختصاره من غير فزلكة يا لغة وقي ومن غير يعني عملية بحثة عن ألفاظ تعبر عن الحقيقة يا جماعة ده الناس دول ما عزوش بعض ده محمود حسين وفصيل إسطنبول ما طلعوش باني عزو الراجل اللي كان بيقوله إنه هو أحد أبناء أحد أبناء الجنة يمشي على الأرض قالوا على إبراهيم مونير ما قاله يعني أفضل الشعراء في الملائك وفي الآخر اتخنقوا على السلطة أطعوا بعض خونوا بعض فصلوا بعض والنهارده الراجل مات ما عزوهوش لأ الإخوان بتقع إسطنبول عزوه ولا شفنا الناس الفضائيات بتاعة الإخوان المحسوبين اللي بقبضوا من محمود حسين عزوه فبالتالي الموضوع مش دين ده بس أنا لا أعايز أقوله الموضوع مش علاقة لب دين ولا بأخلاق ده مجلوع صراع على السلطة طيب مين موحيد دين الزيت ده واحد مشهور بإنه كان في الجيزة مسك المكتب الإداري للجيزة ومسؤول عن النشاط الطلابي وكيف حريف الهجوم على المؤسسة العسكرية شغلته في التنظيم شغلته في مكتب شورى الجماعة أو مجلس شورى الجماعة إنه هو يحاول إنه هو يطلع شائعات على القوات المسلحة مش دلوقت ده من زمان والزميل الأستاذ مصطفى بكري في أحد كتبه يعني بالمصطفة اتكلم على موحيد دين الزيت تحديدا وقال إنه دأب هذا العنصر والقيادة والكادر على الهجوم على المؤسسة العسكرية بالباطل وببث شائعات ونشر شائعات وكتابة شائعات وقال كلام في أحد المؤتمرات وتحركت القوات المسلحة عن طريق المتحدث العسكري وقالوا إنه المؤسسة العسكرية لن تقف مكتوفة الأيدي صامتة أمام هذا اللجوم ده أيام الإخوان أيام حكم الإخوان كان بيهاجم الجيش بيطلع شائعة على الجيش فهو موحيدين الزيتة قدامكم الخلقة الكريهة اللي قدام حضراتكم هو اللي كان بيهاجم الجيش ومازال هو اللي بيطلع شائعات ده يعني شغلته بيعنده خط إنتاج شائعات شغلته صنايري شائعات يبقى المرشد العام لتنظيم الإخوان الجديد شغلته وظيفته أسطى وصنايري شائعات هو اللي بيعمل شائعات هو الراجل قدام حضراتكم أو إنت تستطيع أن تنظر إلى وجهه لمدة ثواني معدودة فتقرأ في على جبهته أنه رجل يعني يفتقر ويفتقد لي أنه تقبله كإنسان سوي بص لخلقته بص لشكله طبعاً احنا منعيبش على خلقة رب الله كيف بقول محيدين الزايد نائب رئيس الهيئة العليا لإدارة شؤون جماعة الإخوان شغلته الأساسية يا جماعة عشان تبقى عارفين صنايري شائعات أسطى شائعات تخصص شائعات ضد دقوات المسلحة اسمعوا هو بيقول أنا كبير دلوقتي اسمعوا أنا أقوم بتسيير الأمور كنت في حياة الأستاذ الراحل الكريم كنت أساعده في إدارة الهيئة العليا هو كان في خارج في أوروبا أو في لندن وأنا كنت أساعده هنا وأتولى بعض الأمور في غيابه حينما غاب الأستاذ فأنا أقوم بهذه المهمة بصفة مؤقتة حتى تستكمل مؤسسات الجماعة اختيار من يقوم بقيادة الجماعة في هذه المرحلة يعني ده هذا الرجل اللي بيعلن نفسه بنصب نفسه أنه هو الكبير وهو الوسطى الكبير المعلم الكبير الرجل الكبير لهذا التنظيم في لندن إبراهيم موني الخلاص لن نتحدث عنه مجددا لأنه أمام الحق أمام العدل أمام ما لا يحتاج إلى محامين وأمام من يعرف ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى خلاص انتهى نكلم على الزايد الزايد هذا الرجل في هذا التوقيت بيتولى إدارة مكتب الإخوان في لندن وهي دير القنوات وهنشوف مخرجاته هذا التسق مع بداياته ومع نشاطه الأساسي كصناعي شائعات مغرضة أسطى شائعات مغرضة تخصص هجوم على مؤسسات الدولة كان الرجل إبراهيم مونير بيقول إنه لن يمارس الإخوان سياسة ولن يصارع على السلطة خلاص وأعلن وقال إحنا نعيد بناء الجماعة أخلاقيا وتربويا هو من اللي قال هذا كلام؟ ده إبراهيم مونير وإحنا قلنا لكم هذا كلام في حينه لكن النهاردة أسامة جويش قال إنه أهو قدامها قال لك مساء أمس مساء الأمس في آخر اجتماع حضره إبراهيم مونير القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين قبل وفاته بساعات قليلة سألوه ما موقف الجماعة من دعوات التظاهر يوم 11 11 القادم فقال نصا تعاملوا معها بإيجابية وكانت هذه آخر كلماته ثم غادر الاجتماع وتوفى بعدها بساعات قليلة رحم الله إبراهيم مونير يقول أسامة جويش طيب أنا هنا أمام احتمال من اتنين لا ثالثة لهم إما أن إبراهيم مونير منافق وإما أنه أسامة جويش كذاب ليه؟ لأنه إبراهيم مونير قال لن نمارس سياسي والثورة والثورة ليست من مبادئ الإخوان في فقهها الأول ومرجعها الأول حسن البن فبالتالي إبراهيم مونير قال إحنا مش نخلش في صدام إحنا هنعيد بناء الجماعة وإحنا تربويين والدعوة والكلام اللي قاله إبراهيم مونير وإحنا قلناه في حينها النهاردة لما يسألوا يقولوله نعمل إيه في المظاهرات متوقعة في 11 11 يلقوا انتعاملوا معها بإيجابية يبقى الراجل ده كان بيقول كلام وقال عكسه يبقى الراجل ده منافق ده أول احتمال أول احتمال التاني إن الأستاذ أسامة جويش لحنى في نقل شيء غير مؤكد إلا إذا كان موجود معهم ويطلع يقول هذا كلام وبيقول إنه قال تعاملوا معها بإيجابية طيب منين قال إن إحنا مش هنلعب سياسة ومنين قال إن إحنا عايزين نعيد تربية الإخوان اللي مش بتربيين ومنين بيقول تعاملوا معها بإيجابية أنا شاركوا فيها وفقا لأسامة جويش تعالوا أشوف الأخ أسامة جويش كتب مقالة في عربة 21 بيقول الكلام اللي قلته وتعاملوا معها بإيجابية نقلا عن ناس موجودين مع إبراهيم وينير في اجتماعه الأخير بيقول ينتمي الرجل لجيل من قيادات الجماعة الإخوان المسلمين التاريخي وهو جيل لا يروق لكثير من شباب الإخوان المسلمين بل وحمله البعض داخل الإخوان وخارجها مسئولية كبيرة عن طهر الأوضاع بيقول يعني إبراهيم وينير ما كانش الإخوان بيحبوه الشباب ما كانوش مؤمنين بيه ما كانوش بيدعموه نظرا لأنه هذا الرجل بيمثل قدام عينهم واحد فاشل معنى الكلام يعني أو يعني كناية عن أنه لم ينجح فيه ضبط الجماعة وجمع هذه الجماعات المتناحرة بيقول أسامة جويش تدهر الأوضاع ووصولها إلى ما قالت إليه الآن يعني أسامة جويش بيعترف أن الجماعة حالها ماي وبيعترف أن الجماعة حالها دلوقتي لا يصر عدو ولا حبيب بنوجه تنظره وبيقوله أنه وصلت إلى ما قالت إليه ما احنا بنقول الجماعة مفكت والجماعة انهارت والجماعة خلاص من كتر الصراع على السلطة والصراع على المكاسب خلاص دب الخلاف بينهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ما بين إخوان اسطنبول ما بين إخوان لندن ما بين الكماليين ما بين ما بين ما بين فبالتالي عايز حد بس يكون عنده شرف الكلمة ويحترام المنطق ويقول هل هذه جماعة ربانية كما يصفها البعض هل هذه جماعة دعوية كما يصفها البعض جماعة بها الشتمين بها الخائضين في الأعراض بها هؤلاء المنافقين بها المتطولين بها الناس اللي ناسوا الفضلة بينهم ما حتى ما عزوش بعض ده حتى ربهم ولا واعتصموا بحبل الله جميعا بكل الناس هم داخل الجماعة انفرط أخدهم فبيتلمش هم دون واعتصموا بحبل الله ده هم أطاوا حبل الله هم دون اتنين ولا تنسوا الفضلة بينكم ده قطعوا بعض ده فضحوا بعض ده عملوا في بعض عمايل ماعملهاش الأعداء من يعني مش عايز أقول من أعراق مختلفة ومتناحرة وشوفنا الكلام اللي قالوا عليهم مين يا إبراهيم اللي كان بيهاجم محمود حسين وليعلي حرامي النائب ده أمير بسان والتاني والتاني إعصامة الليمة ومحمود حسين اتكلم على إبراهيم منير وإبراهيم منير اتكلم على حمود حسين وتاريخ الجماعة اقروا كتب يا جماعة اللي كتبوها على بعض اقروا كتب علي أحمد عدد الكمال وعلى عشماو اقروا يا جماعة اقروا كتب احنا مش بنقول حاجة لكن في كل أحوال ازعونا يا إبراهيم حلقة إبراهيم منير احنا كنا عندنا إبراهيم منير موجود في حلقة من حلقات أهل الشقر امزعو أهلنا يعني بمناسبة يعني رحيل ويعني له من الله ما يستحق ده يبقى الأخ أسامة جويش بيقول إنه إبراهيم منير ما كانش محبوب من الشباب علشان الحالة اللي وصلها الإخوان واللي الكل عرفها وما قالت إليه الآن بيتكلم بيقول حاول استعاب الشباب ومنحهم فرصة كاملة للقيادة ده هو اللي بيقول أسامة اختار متحدثا إعلامين للجماعة في سن صغير نشر مراجعات وتطمينات للداخل والخارج حول موقف الإخوان المسلمين من المنافسة على السلطة وكان منفاتحا على أي حل يسمح مخروج المعتقلين من داخل السجود بيقول يعني الراجل ده كان عامل تطمينات إنه مش هشتغل في السياسة تاني منين يا أسامة تقول إنه الراجل ده عامل تطمينات إنه مش هشتغل في السياسة تاني والخوان هتعود جماعة دعوية ربانية يا صفية إلى آخره ومنين بتقول إنه قال لهم تعاملوا مع ما تسمى بصورة ولا مظاهرات 11-11 بإيجابية يعني إيه التناقض يا أسامة ارس على حل هل الراجل ده كان منافق عنده خطابين خطاب للعالم وخطاب حقيقي بينكم وبين بعض تعاملوا معها بإيجابية دي ما طلعتش غير بعد ما مات يعني زي بتاع ليسوا إسلامين وليسوا مسلمين بتاع حسن البنة بعد ما أتله القاضي الخازندار يعني ارسوا على حل هو الراجل كان مسالم وينشد السلام وينشد إنه يعود بالجماعة إلى ما قيل إنه دعوية وغيره ولا كان الراجل ده بيمارس التقية على رأي الرئيس سلاة الله يرحمه وبيقول في العالم كلام وبيقول فيه السر كلام يعني انت طلع بتقول لنا بتفضح الراجل وتقول إنه قال لهم تعاملوا معها بإيجابية طب هو لسه معلن للعالم وعمل مذكرة وعمل إعلان وعمل وعمل لن نمارس السياسة لن نلعب سياسة إحنا ناس ربانيين إحنا بتقربنا وبعدين إنت بعد ما مات بتقول هذا كلام يا إما هو قاله يبقى منافق يا إما ما قالوش يبقى أنت كذاب أنا بتالي ما عنديش كلام أقوله أكتر من هذا بيقول كمان راح لإبراهيم مونير وترك جماعته في وضع لا تحسد عليه وما ده الحل بنقوله ما احنا دائما بنقوله إنهما عندهم انهيار وعندهم عملية تشرزم وعندهم انقسام وعندهم خلافات هل في ناس ممسكة بحبل الله هل في ناس مخلصة للدعوة ربنا بينهم هذي الخلافات طيب هادوا الناس إزاي طيب الناس هتصدقكوا إزاي وإنتوا بتاكلوا فضع طيب الناس هتصدقكوا إزاي إن انتوا ربانيين وصفيين ودعويين وإنتوا عمونت خانوا على مناصر محمود حسين ماسك في السلطة في اسطنبول وماسك الفلوس لها الجماعة وبيخصم بأغلص الأيمان وبالطلاق إنهم هيسيبها اللي على جسيته وإبراهيم مونير فاصل وهو فاصل إبراهيم مونير واللي أولاد الصغارين بتقع الكاملين فاصلوا كنتم الاثنين والإعلام ضايع في النص عموما أنا عارف إنه أسامة مؤدلج كإخوان عكس محمد ناصر ده محمد ناصر مرتزق يعني محمد ناصر بيشتغل بلؤمته لكن أسامة جويش ده كادر يعني كادر متربي إخواني فبيدفع وبيدفع بحرقة عكس محمد ناصر يعني ساعة روحه ساعة تيجي ولما في تركيا كانوا بيتردوه قال لهم أنا إيه الرمي الرمي السودة دي يعني مين إيه إيه السودة دي فمش مؤمن لهو على معتز مطر يعني دول ناس شغالين بالأجرة عند الإخوان كأب واق نائحة مستأجرة يعني محمد ناصر بده نائحة مستأجرة ولوه ده معتز نائحة مستأجرة لكن أسامة جويش وزوبع دول كوادر إخوانية معروفة يعني والراجل تاني المحامي اسمه أبراهيم اللي مشي اللي مشوف في تركيا المحامي هيسم أبو خليل برضو كادر إخوان لكن معتز ومحمد ناصر دول شغالين لحساب الإخوان كنائحات مستأجرات بيقول أسامة جويش سيقول البعض إن دعوة منير الإخوان للتعامل بإيجابية مع مظاهرات 11 تشرين تاني نوفمبر تعني أن الإخوان سيدعمون هذه الدعوات وأن النظام سيتخذها الزريعة للاعتقال والتنكيل والبتش ولولا أقول هونوا عليكم فقد كتب مخبر أمن الدولة الملقب ظلما بالإعلامي على حسابه إنه بموت بيشمت في موت برمئين على فكر ما فيش حد بيشمت في موت حد وإحنا في مصر والإعلام المصري وأنا بتكلم وأنا واحد منهم أرقى من إنهم يشمتوا في موت حد حتى لو كان منير أو مرسي أو العريان أو غيره إحنا أرقى لأن إحنا أصلا إحنا ناس متدينين وتديننا تدين حقيقي حقيقي وبسيط ووسطي مش ملون بألوان سياسي إحنا لابنقول هالك ولابنفرح لموت حد ولعملنا هلليلة وهيصة وفرع عمري ما كنت أتخيل مفيه بشر إنسان ينص بالأفراح والملاح اللي موت صحفي زي ما فرحه في موت ياسر رز أو إعلامي زي ما فرحه في وفاة وقل إبراشي أو في وفاة سيدة محترمة المستشارة هاني الجبالي أو في وفاة كذا أو كذا أو صابت كذا ده تاريخ موجود ده تاريخ موجود يا جماعة رغم إنه عندنا ما نبرر به أجومنا على هؤلاء حتى وهم أموات لأنه مش عايز أتكلم في تاريخ لكن بقول تاني إحنا بنطرك لأبنائنا وأحفادنا ومشاهدين بنطرك لهم المثل وبنترك لهم القدوة إن إحنا لا نشمت في وفاة للمدة بتاع ربنا يا جماعة هو حد فينا مش هيموت كلنا ميتين كله منع عليها فاة كله رايح محدش قاعد هشمت هفرح إن واحد مات تمنى هموت بكرة لا إله إلا الله هفرح إن واحد جاله مرض طيب والمرض ده مين اللي بيمرض مين اللي بيموت هو ربنا سبحانه وتعالى مين اللي بيرزق مين اللي بيفر هو ربنا سبحانه وتعالى مين اللي بينصر هو ربنا برضو أنتو مش مؤمنين أصلا بربنا ده أنتو بتتألهوا على ربنا ده أنتو بتاخدوا من القرآن والسنة ما يؤيد توجهكم وإن خالف توجهكم بتدوره على حاجة تعمل تليوا بها تليوا بها عنق الحقيقة وبتعملوا عملية تأويل لكلام ربنا انتوا لا تخجلوا ان انتوا تحولوا كلام ربنا تغيروه لخدمة اغراضكم الدنيئة الدنيوية مش عايز اتكلم في كلام الناس عارفاه لكن عموما هذا ما جرى وعربي بي بي سي عربي قالت ان ابراهيم مونير القائم بعمل مرشد الاخوان بيرحل قبل تحقيق المصلحة مع الحكومة في مصر بقول للبي بي سي يعني ده عيب ان انتوا تكتبوا هذا الكلام لانه كلام كذب البي بي سي البي بي سي اهو ابراهيم مونير يرحل مرشد الاخوان يرحل قبل تحقيق المصلحة مصر افهم ده خبر يعني ده اسمه ايه ابراهيم في الالوان الصحفية ده خبر ولا تقرير ولا تقريع ولا خرط بي بي سي انا مش فاهم ايه اللي بيعملوه من قال انه هل البي بي سي عندها معلومة او خبر انه فيه مفاوضات واجراء مفاوضات المسالحة مع مصر اذا كان رئيس الدولة نافع هذا الكلام مرارا وعلى رؤوس الاشهاد انا لا ادري ولا اعلم ولا افهم ولا اتخيل انه فيه محطة محترمة تقوم بهذا اموما انا باندل لحضراتكم وحضراتكم اللي تحكم طبعا في تركيا كان فيه حسام الغامري اتقبض عليه من حوالي اسبوع عشر ايام ويتحقق معاه وخرج قال حققوا معايا علشان مصر قالت كذا وكذا وكذا وانهار جاعتان على صفحيتي احشد من هنا من تركيا من اسطنبول لقامة فورة في مصر لا تبقي ولا تظهر في 11 نوفمبر مين اللي بيقول حسام باجر وطلع في الفضائيات ما محمد ناصر حمد لله على السلامة يا حسام تسلم يا محمد امك عاملها محمد ومش عارف خالتي مونيازي بتقول لك فيلم اللي تشوفتوه كلكم على قنوات الاخوان في الاخر رجل متخيل نفسه انه هو يستطيع انه يحرك المصريين وهو قاعد بيبالبط في خليج البصفور قاعد هناك مروأ متخيل انه الشباب هيطلع كده يقول له وانسا معنا وطاعة يا مولانا حسام الناس دي عبيطة الناس دي تفكر ازاي ازا كنت انتو كنتم موجودين في مصر على كرسي الحكم وفشلتو انك تحشدو انصاركم انهم معينو حاجة كنتم موجودين على كرسي الحكم معاكو الحكم كلو كنتم مصر وفشلتو وبعدين غررتو بالشباب صدقكو الشباب طلع الشباب اتمسك الشباب لانه اخطأ ومسك السلاح الدولة عقبته بالقانون هربتو برة وزبتو الشباب جاي بعد مرة عشر سنين تهيجل الشباب تاني وتقول لي انا من تركيا هعمل كذا لا تلعب غيرها انت وغيرك تلعب غيرها لان الدولة دي دولة مش صغيرة مش ضعيفة ما عندهاش ازافر الدولة دي لها انياب ولها ازافر وعندها صفعات تقدر تدافع عن امنها قومي وامن ناسها وامن مواطنيها انتو مش مصريين بالتالي ملكوش تتكلموا على مصر بالتالي مليكش نوعب مصر لما يجي تقول يلا شعب مصر هو انتو فكرين بيقولهم يلا اطلعوا اقولوا لا اقولوا اه اطلعوا اقولوا لا للمناخ ولا نعم لا اه دي بقولك اطلع قسر اطلع خرب اطلع دمر وهل تترك الدولة احدهم ليخرب معاذ الله وهل تترك الدولة احدهم ليهدد احد معاذ الله وهل تترك الدولة المصرية بمؤسساتها مواطنيها عرضة لحفنة دنيئة حقيرة مرتزقة من اتباع الاخوان ان هم يعيدوا الكرة مرة اخرى الى المربع صفر ونعيد مرة اخرى الفوضى والخراب والدمار هاي هاته هايات لما يعدون المهم اشتغل تاني صاحبنا وقالك احنا قلنا كلمتين ونرجع تاني نشتغل راحوا برح الجماعة الاطراك ابضوا عليه مجددا وكتب على صفحته اهو قبل قليل اختلت قوة من البوليس التركي الاعلامي حسام الغمري من منزله لنفس مكان الاحتجاز السابق والان رهن الاحتجاز من جديد لنصرات التركية هاي طلعوا يسألوا انت بتعمل ليه كده تاني وكذا انت هنا بتمرش السياسة المفروض المفروض هنشوف اللي هيتم ايه ونقول لك اول باول طبعا الاخ عمر واكد الفنان اللي هو فنان الرقيع الوضيع بيقول ان 11 نوفمبر كل الاعلام العالم هيبقى موجود بكاميراته وفرصة بقى ان احنا نعمل اللي احنا عايزين وحنش يقدر اعملنا حاجة يا وغد يا وغد يا رقيع يا وضيع مصر دولة قانون واللي هيحاول ان هو يخرج عن القانون سيتم موجهته بكل قسوة بالقانون ايضا طبعا هو بالمناسبة يا جماعة هو التظاهر في القمة من المناخ دهيب هو يعني ده احنا عاملين مكان مجهز ومخصص ان شاء الله بكرة وبعده في شرم الشيخ عشان تغطية القمة وهنروح للمكان اللي فيه تظاهر لكم من الناس عادي جدا يعني هتشوف انا هروح انا بقولك ان شاء الله بإذن الله هنروح للمكان اللي فيه المخصص تظاهر وننقل الناس رافعين لفتات ده فيه اول امبارح في لندن فيه متحف المتاحف متحف لندن العمومي فيه لوحة بتاعت فانجوخ لوحة بتاعت عبار الشمس دور الشمس دخل ولاد ناشطين في مجال في مجال البيئة والمناخ دخلوا عملوا ايه اهو جابوا صلصة وراحوا رمينها على اللوحة اللي تعمل كم الف دولار اللوحة دي غالية جدا جدا اه اللوحة دي يا جماعة ب ب ب 84 مليار 84 مليار دولار 84 مليون دولار اهو شايفين يا جماعة عملوا ايه اهو بص عملوا ايه في اللوحة بص اهو ده المتظاهرين فين في لندن وفي زيهم في اه في استراليا برضو جابوا اللوحة بتاعت بابلو بيكاسو واللي بتاعت بتاعت حرب كوريا وعمل نفس الكلام وعندي في المؤتمرات اللي فاتت 15 و 17 و 16 اللي في فرنسا وفي مدريد وفيه ومغرب كل في مظاهرات حاشدة من كل ده العالم ضد مخرجات او مدخلات المناخ او حجم الحاجات المناخ عادي جدا اهو دي مظاهرات فين في جلاسكو في بريطانيا اهو تخيل بقى دول هيبقوا هنا في مصر الحق النظام الحق شفت الحاجد في الشارع لا ليه كذا شيء ده موجود يا جماعة فين ده موجود في في جلاسكو 2021 المؤتمر اللي فات من من 11 شهر اهو قدام حضرات ما هيبقى موجود عندنا في شارع مشيخ اه هيبقى موجود مسموح مسموح بيه طالما انت راجل رافع العالم بتاعت اهو او رافع اللافتة بتاعتك في الوقت المحدد ليك والكاميرات تصورك قول اللي انت عايز واحنا اي حد ياخد ترخيص بقامة مظاهرة او وقفة او احتجاج في مكان ما وفقا للقانون روح يا قول القانون برا القانون ما تتسألش برا القانون ما تسألش لدولة ده العالم كله انا روحت واشنطن روحت نيورك روحت نيوجيرسي روحت ولاية امريكية بين سلفانيا وفي المانيا وفي برلين وفي ميونخ انا شفت مظاهرات في باريس شفت مظاهرات في في معظم دول العالم وحضرت مظاهرات في معظم دول العالم ومشوف كيف يكون هناك تنظيم دقيق بالتوقيت بالدقيقة والانصراف بشكل كما تقول الشرطة اي خروج على ما تم الاتفاق عليه بيكون هناك عنف وانا لتكوا بكذا شديد غير متصور من قوات شرطة او انا بنقول يا جماعة احنا ما عندناش اي مشكلة واهلا بالناس مرحبا بالناس اللي عايزوا الرأي اللي عايزوا يقول لأ اللي عايزوا يقول آه اللي عايزوا يعمل موجودة عندنا احنا ما فيش اي مشكلة لكن يجي حد بقى يحاول يركب الحدث يحاول يقول من المناخ للدولة المصرية اسف تحاول تقول لي من المناخ اللي مش عارف ايه اسف تقول لي كل احنا احنا في وضع بيسمح لنا بتطبيق القانون بحزفيره ودي سيادة الدولة حجد يقول لك اصلا بقى كاميرات العالم كلها موجودة ورأس العالم موجودة على راسنا على راسنا من فوق مظاهرات بتحصل في كل دول العالم بتحصل اي خروج بهذه المظاهرات عن ما صارها المرسوم او المخطط وفقا للاصول القانونية سيواجه بكل حسن وبكل قوة واضح هذا الكلام يا جماعة دي الدولة دي دولة خلقت لتبقى مش شوية صيع هيقولوا يا الدولة تتهز شوية مرتزقة موجودين برة لا يقوى فيهم حد ييجي مصر كلهم هربرين من الاحكام بيحاولوا بس يسخانوا يعملوا عموما الاخوان خلال الفترة الماضية شغلين شغلين على ايه على ايه حاجة انت تعمله النهاردة بيهاجموا المناخ هاجموا قمة المناخ ومصر ما عنداش حاجة دمها المناخ ومصر ما عنداش مش عارف ايه واننسا اقلوكم على اقتصاد الاخضر والربط الكاربائي وقال لكم على الوقود الحيوي والهيدروجين الاخضر والربط الكاربائي مع السعودية والاردن والعراق والسودان والليبيا وابرس وايضا على الوقود المتجدد والطاقة المتجددة في الرياح ومن موضوع قصة نجاح قصة نجاح مشرفة لا يمكن يمكرها الا جاحد ولا يتجاوزها الا عديم الضمئن قصة النجاح في مجال الطاقة ان تتحول مصر الى مركز اقليمي للطاقة المتجددة والجديدة والوقود الحيوي هذه قصة لا يتجاوزها الا عديم الضمئن ولا يهاجمها الا باغن او عادن الاخوان شغالين بقلهم فترة على صندوق ناد الدول وعلى مصر مديونة ومصر هتفلس والصندوق بيملي شروطه والصندوق هيجيبه ناس موجودين والصندوق هيجيبه اتنين يرقبه الصرف والارادات والمصرفات ايه عام في ايه ايه عام في ايه ايه عام في اهو طارق الزمر كانت وستظل شروط صندوق النقل الدولي اوسع الطرق للفشل الاقتصادي وارضع الابواب لاستنزاف الدول واخطر الادوات لانهاك المجتمعات وايجدال الشعوب ده مين ده طارق الزمر طارق الزمر شوف طارق ما زال يغنج باكاديبه واباطيله هذا هو القاتل السنان بيقول ايه وما دخل صندوق النقد دولة الا خرابها وما دخل على شعب الا افطاره وجوّعه والنبي انت بجد صادق فيما تقول واحد يقول لي يا اخي رأيه يا اخي رأيه صاحبنا النقاح المستأجارة ومعتزمات سندشن الان على بركة الله حملة بمشاركة سبعة منظمات حقوقية نطالب صندوق النقل الدولي بارجاء التصويت على فرض على قرض باكثر من خمسة مليار دولار لمصر حتى يتم نشر شروط القرض واخذ ضمانات بمكافحة الفساد في مصر شاركونا على هاشتاج مش عارف ايه والله مش لاقي كلام اقوله انا مش لاقي كلام اقوله احمد منصور خطير هل اصبحت مصر تحت الوصاية الدولية بعد الاتفاق الغامد مع صندوق النقل الدولي الذي نص على ان يلعب شركاء مصر مش عارف ايه ضد القرض ضد صندوق صندوق ده كفر بواح لا يمكن ان تقترب منه مصر في عهد السيسي ثاني اكبر مخترب من صندوق النقل الدولي تاتعاشين مليار دولار وقد صنافها بنك الزراع الدولي في الدرجة الخطيرة غزيان واقرضها اثنين مليار دولار من اجل كذا كذا غيره عندك ثم الحرامي النصاب الهربان محمود وهبة مصيبة صندوق النقل فرض الوصاية الاجنبية على مصر مقابل القرض الجديد فاكريني محمود وهبة ده اللي قلتلكوا عليه اللي قلتلكوا عليه اللي قلتلكوا نصابه وحرامي ورفعت الحكيم على مصر سردت الفلوس من البنك الاهلي وبنك الى مصر ومشيت مردش مقدرش يرد لانه حقير لانه كزان لانه وغد لانه احمق لانه اخرق لانه مرتزق لانه شغال شغلته بيقبل عشان هاجم مصر شايفين يا جماعة هجم مصر قد ايه شايفين هجمه شايفين هجم مصر قد ايه على قرض الصندوق هجم مصر قد ايه عشان بنعمل حزمة ده قلنا هنا فاز المكان يا جماعة الخير قرض الصندوق عايزين يتوافع عليه ليه هو انت عايز قلود جديدة لا هم خمسة مليار ولا عشر مليار هعملوا حاجة في اللي احنا فيه ده اكيد لا لكنه شهادة حسن سر واسلوك اقتصادية معناها ان احنا كمان نطمن اقتصادنا ماشي صح لان الناس مش هترمي فلوسها في البحر الصندوق مش هيدي فلوس لدولة مفلسة ولا هيدي فلوس لدولة لما اخزعني ماشي يا بطاط هيدي لدولة بعد ما راجع وراءها وشاف كله يقول لك اه ندي فلوس وبرنامج للاصلاح كذا زي بيديه العالم كل دول العالم ده نواخد يعني قال لك انتو كذبين وانتو طبالين وانتو ولاستين في سبيل يا جماعة احنا بنكلم العقلاء انا لا اخاطب من كلامي لا الاخوان ولا قياداتهم ولا اعلامهم ولا مرتزقتهم ولا ابواقهم ولا النائحات بتوعهم انا لا اخاطب هؤلاء دول بالنسبة لي صفر بيك زيرو صفر كبير انا بكلم الناس العاقلة بقول يا جماعة احنا عمدنا كذا وكذا وكذا فهم يتنين يقول لك الحق الصندوق ده مجيش بالقراطة الصندوق ده اصلا استعمار جديد الصندوق ده كفر مبواح الصندوق ده يأتي بالخرب زي ما قال طارق ومنصور ومعتز ومش عارف مين وممين كله قال لك ايه عام الحكاية قال لك لا 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 ده انتو بتبعوا البلد لانه الصندوق ده الاخوان ضده تمام بقول لهم كل اللي فاتوا واللي ما فاتوش بقول لهم انتو نسيتوا كلام محمد مرس العياط انتو نسيتوا كلام رئيس الزراء وكان اسمه ايه ابني اسمه ايه حشام قنديل انتو نسيتوا انه هم حفيوا وراحوا بهموا تكلموا عشان الصندوق وبعده قال يا جماعة ده مش فايدة يا جماعة كان خايف من السلافين عشان موضوع الربو قال يا جماعة لا ده مش ريبة ده مش فايدة ده مصريف ادارية واحد واحد من عشرة على عشر سنين على عشرين سنة وإحنا شغالين والسندوق مهم طب انا اسمعكم محمد مرسل ايه فيما خص الصندوق ورد حكمكم صندوق صندوق النقد الدولي ولا طلعبن حرام ولا طلعبن حرام ولا طلعبن ملجأ طلعبن حاجة كويسة جدا هو توراجل حريصين وبنحبه وبنحترمه وبنتغزل فيه هو يا ولاد الحرام هو حرام علينا حلال عليكم ايه الناس دي؟ ايه الناس دي يا جماعة؟ الناس دي ما عندهاش خشة. ما بيخشوش. الناس دي ما عندهمش خجل. ما بيخجلوش. الناس دي ما عندهمش دين. لا يصدقون. الناس دي ما عندهمش وطنية. لا يتورعون اهوم. مش هما دول. مش ده السلم الاجبر بتاعكم. مش ده كلامه. السندوق عظيم. السندوق مهم. السندوق بابا وماما وكل شيء. واحنا معاه وعارزنا عليه. شغلها تاني يا ابراهيم والنادي. شغلها تاني معلش? لا بلا. هاتلي شم اسمه شام ايه؟ يا الله يلعن الايام يا خاتلي يا شامندي بناء ما لا تكون هناك اي تعديلات جوهرية في خطتنا مع صندوق النقل الدولي لان احنا ان شاء الله بنستدعيهم في خلال شهر يناير القادم باذن الله حتى نعيد الاستئناف للحوار عشان نمضي بموضوع القرد كما ذكرت عدد من المرات قيمة هذا القرد قيمة هذا القرد لاست فقط في قيماته لان قيمته مهما كانت صغيرة اربعة ونصف اربعة تمانية من عشرة مليار اربعة تمانية من عشرة مليار دولار ما تغطيش العجز لكن قيمته في يعني الشهادة الثقة التي يعطيها للاقتصاد المصري فكرة ما هواش قرد فقط لكن هو الايام ما ينتلك من الكثير من الخبراء الدوليين في مجال التمويل وفي مجال الاقتصاد فهو بيقوم بمراجعة البرنامج المصري التي تضعه الحكومة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي وبعد مراجعته بيعطي رسالة واضحة للعالم كله ان هذا الاقتصاد يتعافى وان هذه الدولة ليست فقط قادرة على الاقتراض ولكن ايضا قادرة على دفع قيمة هذا القرد وتكاليف خدمة هذا القرد لا اجد ما اقوله الا دمتم في امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة